لموازات ذلك أدانت بطرياركية الروم الأرثوذكس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة وأكدت البطرياركية في بيان أن هجوم قوات الاحتلال على كريسة العائلة المقدسة في قطاع غزة عمل إجرامي بشع يستهدف المدنيين الأبرياء ولفتت إلى أن القصفة والقنصة العشوائية داخل وفي محيط الملاجئ التي تحتضن المدنيين الأبرياء أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وطالبت بطرياركية الروم بوقف استهداف الاحتلال للأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تعتبر ملاجئ للمدنيين وشددت البطرياركية على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنسان والأخلاق بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة